بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم كيفية تثبيت ويندوز 11 كنظام وهمي بجوار الويندوز الأساسي اللي انت بتستخدمه باستخدام خاصية هايبر في الخاصية المجانية المتاحة واللي موجودة في نظامية التشغيل ويندوز 10 وايضا ويندوز 11 بدون استخدام اي برامج خارجية على سبيل المسال ممكن تقوم بتستخدم ويندوز 10 ومحتاج انك تسبت بجوارها ويندوز 11 او ممكن تقوم بتستخدم ويندوز 11 الاصدار الرئيسي وحابب انك تجرب مسلا او يقوم بجوارها ويندوز 11 البيتا او ويندوز 11 اصدار المطورين او مسلا على سبيل المسال انك تسبت نظام اخر مختلف زي لينكس او اوبونتو فتقدر بكل بساطة باستخدام خاصية هايبر في انك تسبت اي نظام انت عايزه بجوار النظام الاساسي اللي انت بتستخدمه فاحنا في الشرح ده نوضح لحضراتكم كيفية تثبيت ويندوز 11 كنظام اخر او كنظام وهمي بجوار النظام الاساسي اللي انت بتستخدمه وكيفية تخطي المتطلبات للاجهزة الغير مدعومة لان ايضا تثبيت ويندوز 11 على النظام وهمي يتطلب تخطي للمتطلبات بالنسبة للاجهزة الغير مدعومة اول شيء هنبدأ به هو تفعيل خاصية هايبر في هتفتح تطبيق البحث بعد ذلك هتكتب تيرن ويندوز فيتشر اون اور اوف بعد ذلك هتضغط عليها هتفتح معك النفذة دي زي ما انتم شايفين كده هتبتدي انك تتوجه او تبحث عن خيار هايبر في هتبتدي انك تعلم عليه زي ما انتم شايفين كده مهم جدا انك تضغط لعلامة الزائد اللي موجودة جنبه وتتأكد ان الخيارين دول بالفعل تم تفعلهم بعد ذلك هتضغط على اوكي وهتنتظر عدة ثواني بسيطة لحين زي ما انتم شايفين كده ما يبتدي الشريط ده من الانتهاء لتثبيت الميزات الجديدة اللي تم تفعلها طبعا لو صدفت اي مشكلات هنا او فشل في تثبيت الميزات الجديدة فهتحتاج انك تفعل خاصية المحكاة الافتراضية من داخل اعدادات البرضة وهسيب لك شرح لهذا الامر اسفل الفيديو لكيفية تفعلها على العديد من الاجهزة بعد العودة من اعادة التشغيل هتفتح تطبيق البحث بعد ذلك هتكتب هايبر في بعد ذلك زي ما انتم شايفين هتلاقي اصبح تطبيق هايبر في متاح معك هتضغط عليه هيفتح معك بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين هتبتدي انه تضغط على الخيار رقم اتنين اللي هو اسم المستخدم الخاص بالجهاز بتاعك بعد ذلك هنا من على اليمين هتضغط على نيو بعد ذلك الخيار الاول هتضغط عليه هيفتح معك النفذة دي للبدء في خطوات تثبيت النظام التاني على نفس الجهاز او بجوار الويندوز بتاعك هنا هتضغط على نيكس بعد ذلك هنا هتسمي اسم للنظام بتاعك لو انك هتسبت ويندوز سبعة او تمانية او عشرة او حداشر او هتسبت نظام اخر فهتكتب هنا اسم النظام التاني فعلى سبيل المثال انا هكتب ويندوز حداشر بعد ذلك هنا هتعلم على الخيار ده لو انك هتحفظ النظام التاني على كورس النظام نفس كورس فهتسيب الخيار ده زي ما هو بشكل افتراضي اما لو انك محتاج انك تحفظ النظام التاني ده على كورس تاني كورس تاني ممكن يكون فيه اه مساحة اكتر او مساحة فاضية اكتر فهتضغط هنا او هتعلم على الخيار ده بعد ذلك بعد ذلك هتضغط على ومن هنا هتبتدي انك تحدد الكورس اللي انت هتحفظ عليه النظام التاني او الكورس اللي انت شايف فيه مساحة فضية بشكل افضل. فعلى سبيل مساعدة بالنسبة لي هحددها على الكورس ده. بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك هنا عندك الخيارين دول. الخيار الاول او الجيل الاول ويدعم انزمة التشغيل اتنين وتلاتين بتوى اربعة وستين. مفهوم الخيارين دول لو انك هتسبت انزمة التشغيل سواء سبعة او تمانية او عشرة او حتى حداشر على اجهزة قديمة فهتختار الخيار الاول. اما لو انك هتسبت اي نظام تشغيل سواء كان وندس سبعة او تمانية او عشرة او حداشر على اجهزة حديثة تدعم نظام الاقلاع وايضا نظام اربعة وستين فقط فيفضل الخيار التاني. للحصول على ميزات افتراضية احدث. فبالنسبة لي هسيب على الخيار الاول بعد ذلك بعد ذلك هنا بتضيف القيمة اللي هيتم استخدامها من الرمات اللي موجودة على الجهاز بتاعك هو بشكل افتراضي هنا محدد لنص الرمات اللي هو اربعة جيجا لان الجهاز ده عليه تمانية جيجا. فانا هسيبه على الخيار اربعة جيجا هيكون افضل. بالنسبة لك على حسب الرمات اللي موجودة عندك ممكن يكون عندك ستاشر تقدر تحط له مسلا ستة جيجا رام او تمانية جيجا رام. الخيار ده طبعا متروك لك على حسب آآ الرمات اللي موجودة على الجهاز بتاعك. بالنسبة لي هسيبه هنا على منتصف الرمات اللي هي اربعة جيجا. بعد ذلك بعد ذلك هنا الخيار ده هنختار الخيار الاخير بعد ذلك بعد ذلك هنا في النافذة دي اسم النظام اللي انت سميته للنظام الجديد بتاعت. هنا الموقع اللي انت حددت ان يتم حفظ الملفات بتاع النظام الجديد فيه. ثم بعد ذلك دي المساحة اللي هيتم استخدامها للنظام الجديد. فطبعا بالنسبة هو محدد لك مئة سبعة وعشرين جيجا. فطبعا انا بالنسبة لي ممكن مسلا ادي له خمسين او ستين جيجا. طبعا ده هيكون حجم كويس جدا. بعد ذلك هتضغط على هنا في الصفحة دي هتحدد الخيار التاني. بعد ذلك هتضغط هنا على الخيار ده عشان تحدد نسخة الويندوز اللي انت هتسبتها. هتضغط هنا على بعد ذلك هتتوجه الى الكمبيوتر هتحدد المكان اللي موجود فيه نسخة الويندوز بتاعتك. فهنحدد نظام التشغيل بعد ذلك هنا في الصفحة دي بيجيب لك كل معلومات النظام او الاعدادات اللي انت اجرتها للنظام الجديد اسمه نظام التشغيل مساحة الرمات آآ نوع اتصال الانترنت موقع النظام الجديد الموقع اللي هتم حفظ فيه ملفات النظام الجديد نظام التشغيل اللي انت هتسبته او اللي انت حددته. بعد ذلك هتضغط على وهيبدأ موباشرة في عملية انشاء النظام الجديد وتهيئته الى البدء في عملية التثبيت. هتظهر معك النافذة دي هتجي هنا هتلاقي عندك موجود فوق كده زي ما انتم شايفين اسمه نظام التشغيل اللي انت سميته. اي ان كان نظام التشغيل هتضغط عليك كليك يمين بعد ذلك هتضغط على هيبدأ فيه عملية الاتصال ومن ثم هيبدأ بشكل مباشر في آآ البدء فيه عملية التثبيت. هتضغط هنا على تمام كده زي ما انتم شايفين هيبدأ مباشرة في البدء في عملية التثبيت الويندوز من على سطح المكتب كأنك بتسبت ويندوز باستخدام الفلاشة. من هنا هتحدد المدينة بعد ذلك نكست ثم انستول بعد ذلك ايضون تغيب بوردكت كي هتضغط عليها. من هنا هتحدد نوع الويندوز اللي انت عايزه بالنسبة لويندوز حداشر بوروفيشنال ثم نكست. تمام كده زي ما انتم شايفين تظهر معك الرسالة دي بالنسبة لاجهزة الغير مدعومة فهتقفل الرسالة دي. بعد ذلك هنا هتضغط على شفت زائد اف عشرة او مفتاح اف ان زائد شفت زائد اف عشرة. هيفتح معك مواجه الاوامر هتكتب الامر ده تمام كده هتضغط على عشان يفتح معك محرر السجلات. من هنا هتحدد المسار ده بعد ذلك سم بعد ذلك هتضغط عليها. كليك يمين على الفولدر الخاص بسيت اوب كليك يمين عليه بعد ذلك نيو ثم كي. هنشئ معك الفولدر ده هتسميه لاب كونفج. تمام كده لاب كونفج هتضغط عليه او تضغط على المجلد اللي بالدون من الاصفر اللي جانب لاب كونفج. بعد ذلك هنا هتبتدي انك تنشئ اربع قيام لتخاطي متطلبات التشغيل. الاربع اوامر المستخدمة هتكون موجودة اسفل الفيديو. اول شي كليك يمين بعد ذلك نيو بعد ذلك دي وورد اتنين وتلاتين. هتبتدي تكتب فيه القيمة الاولى باي باس سي بيو تشيك. تمام كده زي ما انتم شايفين باي باس سي بيو تشيك. بعد ذلك ده بالكليك عليها وهنا هتخلي القيمة واحد. بعد كده اوكي. هتبتدي انك تضيف اربع قيم بنفس الكيفية. القيمة التانية او بنفس الكيفية كليك يمين بعد ذلك نيو ثم دي وورد اتنين وتلاتين. ايضا قيمة تالتة بنفس الكيفية دي وورد اتنين وتلاتين. وفي الاخير القيمة الرابعة. القيمة الاولى زي ما وضحنا قدام حضراتكم والقيمة التانية هتكون القيمة التالتة هتكون والاخيرة هتكون طبعا هتاخد بالك من الحروف تكون كابتل زي ما هم وضح في الاوامر اسفل الفيديو وبعد ذلك هتضغط على كل قيمة من القيم دي دبل كليك عليها وهتخلي من زيرو الى واحد بعد كده اوكي ثم بعد ذلك هتقفل ايضا هتقفل موجه الاوامر وتضغط على انستول ناو بعد ذلك ايدون تهاف بروذاكت كيه ثم بعد ذلك هتحدد نوع الويندوز اللي انت عايزه على سبيل المسال البروفيشنال بعد ذلك نكست تمام كده زي ما انتم شايفين تم تجاوز متطلبات التشغيل اضيف علامة صحة هنا الموافقة على الاتفاقيات والشروط بعد ذلك نكست ثم بعد ذلك الخيار التاني كاستوم انستول هنا طبعا نفيه شغل برتشن واحد البرتشن اللي احنا حددناه او الكيمة اللي احنا ادخلناها عشان يتم تثبيت عليها النظام هتحدده بعد ذلك نكست وهيبدأ بشكل تلقائي في عملية تثبيت الويندوز العادية المتعارف عليها الخطوة دي طبعا بتستغرق بعض الوقت فهتنتظر لحين ما تنتهي الخطوة دي بعد ذلك مش مطلوب منك اي شيء غير بعد اكتمال بعض الخطوات هيطلب منك ادخال بعض البيانات العادية زي الايميل زي اسم الجهاز زي لغة الكيبورد والاشياء دي وفي الاخير هيكون عندك نظام التشغيل التاني قد تم تثبيته بالفعل بجوار الويندوز الاساسي بتاعك وبكده زي ما شفتم حضرتكم يكون تم تثبيت ويندوز 11 كنظام وهمي بجوار النظام الاساسي بتاعنا باستخدام خاصية هايبر في تقدر دلوقتي انك تتعامل معه زي اي نظام بشكل عادي جدا تقدر انك تثبت البرامج بتاعتك تقدر انك تتوجه الى الاعدادات تستكشف وجود تحديثات تثبت برامج التشغيل او التعريفات وزي ما انتم شايفين كده لو ظهر معاك الجزئين اللي باللون الاسود الحدود اللي باللون الاسود ده لو بعد تثبيت تعريف كارت الشاشة ما زبطتش معاك فهتضغط كليك يمين على سطح المكتب بعد ذلك ديس بلاي سيتنج بعد ذلك من هنا بتحدد الخيار ده ديس بلاي رزيليوشن وبتضغط هنا وبتبتدي انك تحدد ابعاد العرض الخاصة بالجهاز بتاعك بالنسبة لي هي هنا الف تلتمية ستة وستين في سبعمية تمانية وستين فاضغط عليها بعد ذلك البقاء على التغيرات وزي ما انتم شايفين كده اصبح معاك النظام بطريقة عرض ملء الشاشة تقدر انك تستخدمه بشكل عادي جدا من خلال الشريط اللي موجود فوق ده ده بالكليك عليه تقدر انك تعمل تصغير للنافذة زي ما انتم شايفين كده ما زالت كبيرة برضو من خلال الخيار ده بعد ذلك بتضغط عليه وبتخليه بقى بتختار من هنا البعد اللي انت محتاج وعلى على سبيل المسال خمسة وسبعين في المية زي ما انتم شايفين كده تكون معاك النافذة مناسبة في منتصف سطح المكتب وطبعا بيتم العرض بطريقة ملء الشاشة وطبعا لو عايز تقفل النظام فبتضغط هنا على بعد ذلك بيقفل معاك النظام على النافذة دي بتضغط على وبكده يكون تم اغلاق النظام بعد ذلك في المرة القادمة لما تفتح الهايبر فيك لكي مين على وندوز 11 بعد ذلك كوننكت ويفتح معاك النظام بشكل عادي جدا اما لو انك عايز تحسف النظام الافتراضي ده فكي مين على وندوز 11 بعد ذلك دليت ثم بعد ذلك هتتوجه الى المكان اللي انت حفظت فيه النظام الافتراضي لو انك حفظت فيه كورس النظام فهتلاقي عندك هنا في الدو كومنتز تحت مسمى وندوز 11 او تحت المسمى اللي انت سميته عليه اثناء انشاء النظام بالنسبة لي هنا كنت حفظت فيه الكورس ده فزي ما انتم شايفين هتلاقي عندك وندوز 11 بالشكل ده من بره يكليكي مين عليه بعد ذلك هتعمل له دليت وبكده يكون تم حزف النظام بس كده حضركم هو ده كل ما في الامر نتمنى نكون افدناكم في هذا الامر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته